احنا يومياً بيكون معنا متابعة مستمرة لفعليات مهرجان العالمين دلوقتي سريعاً نروح العالمين نعرف من زميلنا رامي محمد ايه أبرز فعليات المهرجان النهاردة الصباح الخير عليك يا رام الصباح الخير شازلي الصباح الخير من كل سنة وكل المصريين بألف خير من مدينة العالمين الجديدة ومتابعة لكل يوم من أنشطة وفعليات مهرجان العالم عالمين المهرجان اللي بيشهد حالة من الزخم والحضور الكبير من يوم 13 يوليو منذ أن بدأ بيشهد حالة من الحضور بالنسبة للمواطنين المصريين وغير المصريين أعداد كبيرة جداً مع نهاية وعطلات نهاية الإسبوع وكان هناك أول حفلات النجوم لحفل الفنان تامر حسني اللي شهد حضور كبير جداً وانعكس تاني يوم على السواحل وعلى شواطئ مدينة العالمين الجديدة والقرى المجاورة لها كمان لو هنتكلم عن الأنشطة والفعليات اللي بقالها أكتر من أيام الفترة الأخيرة لحد النهاردة وهي عروض لطائرات الار سي اللي بتعمل عروض جوية بحق حالة من الإبهار لكل الحاضرين وكل المواطنين هنا في مدينة العالمين الجديدة كمان لو هنتكلم عن رياضة القفز بالمضالات المستمرة للأنشطة والفعليات الخاصة بها وكمان استعداد الشواطئ الخاصة بمدينة العالمين الجديدة لانطلاق عدد من البطولات منها بطولة البادل وأيضاً الكرة الشاطئية اللي بتستعد بشكل كبير جداً الشواطئ لانطلاق هذه المنافسات والأنشطة كمان لو هنتكلم عن الحفلات المقبلة للفنان أحمد سعد والفنان راغب علامة والفنان نانسى عجرم هناك استعداد أيضاً في منطقة أرينا العالمين لاستقبال هذه الاحتفالات مع نهاية وعطلات دهاية الأسبوع بيكون الأعداد كبيرة جداً سواء من المصريين وغير المصريين في مدينة العالمين وكان لنا جولة بالأمس بالليل في ممشى العالمين الجديدة شفنا عدد من الجمهور الحاضرين والمتابعين للأنشطة والفعليات سواء من داخل المواقع نفسها أو من خلال الشاشات العرض اللي بتكون موجودة في الخارج أمام المولات وفي الطرق وأيضاً في الممشى الخاص بمدينة العالمين الجديدة ده بشكل عام الفعاليات اللي بتحدث النهاردة ومستمرة كمان حتى نهاية الأسبوع حتى الخامس والأربعين من شهر أغسطس منتكلم عن أكتر حتى السادس والشرين من شهر أغسطس منتكلم عن أكتر من خمسة واربعين يوم من الفعاليات تجربة سيحية فنية موسيقية وكمان رياضية كبيرة جداً لكل من يأتي إلى مدينة العالمين الجديدة عودة لكم أرغب طبعاً بنشكرك يا رامي على كل هذه التفاصيل وإحنا ما زلنا مع حضراتكم في متابعة يومية لما يحدث فيه مهرجان العالمين الموضوع أعتقد أنت شفته وتابعته في حفل التامر حسني الحضور الجماهيري كان عامل إزاي ناس كتيرة راحت وقابليها طبعاً كمان الفعاليات اللي كانت قابليها سواء التيك بول أو الكرة الشاطئية نجوم الجيل الدهبي كل هذه الحاجات كانت من الأمور اللي جذبت كتير من الجماهير لحضور فعاليات هذا المهرجان سواء الناس اللي كانت جاية تحديداً لحضور المهرجان أو حتى الناس اللي كانت رايحة بالصيف وتقضي وقت حاله في السحل الشمالي راحت العالمين واستمتعت بهذه الأجواء وتفرغوا كمان على نجوم الجيل الزهبي للكرة يا إيمان شازلي أنت كنت هناك في العالمين أنت وجمانا على مدار يومين شفنا حلقة مختلفة بتقدمها من على الشاطئ كان قد إيه متميز أكتر حاجة بقى أنا فتتنظرك وإنت هناك مختلفة عن السحل الشمالي بصفة عام الطيب والشرير الناس كانت مبسوطة دي حاجة مهمة جداً الناس اللي كانت هناك كانت قاعدة مبسوطة الجو كان لطيفة الحمد لله ده كرم كبير من ربنا زائد التنظيم للفعليات كان فيه تعاون من الشباب اللي كانوا موجودين المنظمين مع الناس اللي جايين عشان تتكبول اللي لا بتتكبول هي علاقة جديدة في العالم كله وبالنسبة لنا احنا في مصر برضو لسه مش متعودين عليها لكن الشباب مجرد ما عارفوا الشباب بقى الفيستايل عارفة أنت الشباب مجرد ما عارفوا الناس أول ما عارفوا أن اللعبة دي هتبقى موجودة وفيه مسابقة فيه ناس كتير راحت بالمناسبة الناس بقى اللي عندها مهارات ولسه متعرفش قواعد هذه اللعبة لا الناس راحت وبدأت تجرب والشباب المنظمين كانوا بيتعاونوا معهم وبينظموا الوقت بينهم بالعدل عشان كل الناس تشارك في هذه الدورة أكيد طيب ولفت نظرك كمان الحضور أن الناس كان فيه بتروح يعني مش لازم يقوم مقيمين في العالمين كان الأسر بتروح وبتيجي وتستمتع بالأماكن المختلفة مستنين كمان نشوف لسه الفاشن شول اللي هيحصل مهرجان كبير فيه حاجات كتير وفعليات كتير ومختلفة هيكون مستمر معنا لفترة طويلة جدا هنشوف وحنتابع في إطار متابعتنا اليومية لمهرجان العالمين احنا شفنا حاجات مختلفة ولسه هنشوف حاجات أكثر اختلافة إن شاء الله بكل تأكيد لك